أعلنت وزارة الساحة عن تسجيل 1444 إصابة جديدة بكوفيد-19 و1818 حالة شفاء و30 وفات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد-19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغ 21 مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف وتمانمائة وسبعة وتسعين شخصاً. فيما بلغ عدد الملقاحين بالجرعة الثانية 18 مليون وتلاتمائة وسبعة وخمسين ألف وأربعمائة وتسع وتمانين شخصاً. ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابة بالفيروس العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى تسعمائة وتمانية وعشرين ألف وخمسمائة وواحد وسبعين حالة. فيما بلغ مجموع حالة الشفاء التمى 897 ألف ومائتي واثنين وخمسين بينما ارتفع عدد الوفيات إلى أربعة عشر ألف ومائة واثنين وتلاتين.